ندرى على تداولات السهم في أولى جلساته لهذا اليوم الآن نتحدث عن 12.60 وسط تداول حوالي 58 مليون سهم كنا رأينا 12.75 صباح هذا اليوم عند الافتتاح وللمزيد حول هذا الموضوع أو تفاصيل عن الشركة ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد حسن عزي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة سيد حسن أهلا بك شركة الاتصالات المتكاملة حصلتهم على رخصة استخدام التردد الطيفي بقيمة مليار ريال اتحاد عذيب اللي هي شركة اللي بتنافسكم على نفس القطاع مباشرة كانت شرت نفس الرخصة بحدود 522 مليون ريال رأس مالكم مليار ريال وبالتالي ماذا تحتوي على هذه الرخصة اللي هو مختلف عن الرخصة لشركة المنافسة لكم وما هو البزنس موضل أو نموذج العامة لديكم في الشركة الرخصة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تحتوي على ترددات مختلفة عن ترددات شركة عذيب الترددات عندنا اللي أخذناها اثنين ونص بينما شركة عذيب أخذين ترددات ثلاثة ونص هذا من ناحية نوعية الترددات حجم الترددات عندنا أكبر أيضا وأهم شيء في الموضوع هو نوعية الترددات الترددات الاثنين ونص هذه صالحة لآخر التقنيات تشتغل على هذه الترددات لكنها لا تعمل على الترددات الأخرى فهذا طبعا يتيح آفاق كبيرة وواسعة ومجالات كثيرة للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة هذا باختصار هنا قيمة الرخصة والاختلاف في قيمة الرخصة سيد حسن أيضا أنتم تنوون الدخول في قطاع الياف البصرية أو الأوبتيك فيبرز شركة سي سي وموبايلي شركتين يمكن قياديتين في هذا القطاع كيف لكم أن تنافسوا هاتين الشركتين ونحن يمكن عشنا تعثر شركات أخرى في موضوع المنافسة بالذات نعم هو في الحقيقة المنافسة لا تعني الفشل ولكن المنافسة قد تعني في أحيان كثيرا النجاح إذا أحسن إدارة المنافسة السوق السعودي كما يعلم الجميع وذكرنا ذلك مرارا سوق كبير وسوق ينمو ويتطور وأي داخل جديد إلى السوق إذا كان دخوله محسوب بشكل صحيح فهذا معناه أنه ممكن يحصل على شريحة من السوق فالمنافسة لا تضر والكل ممكن أنه يعيش وينتعش ويربح نروح على موضوع التمويل يمكن أنه أهم موضوع أثار انتباهي في أوراق الشركة أنتم لديكم خطط باستثمار حوالي أربع مليار ريال في بوليتكم التحتية خلال الفترة المقبلة هذا بالإضافة إلى مصاريف تشغيلية أكيد سوف تكون أيضا تحدي خلال الفترة المقبلة رأس مالكم مليار ريال ومصاريفكم فوق الأربع مليار ريال كيف هي أليتكم للتمويل خصوصا أنه الكثير من الشركات تعثرت في موضوع التمويل بذاته عندكم شركات تعمل بنفس القطاع عندها مشاكل في هذا الموضوع ديونها أكبر بكثير من حقوق المساهمين وأنا أعلم أن شركة موارد هي الشركة أو المساهم الرئيسي كنت ذكرت أنه يمكن أن يجيكم تمويل من هذا الموضوع لكننا نريد تفاصيل تمويلكم لكل هالمصاريف التي وضعونها في أهدافكم وفي استراتيجي تابعتكم بالنسبة للتمويل أنت ذكرت أنه في مصاريف أربع مليار هنا تصحيح بسيط المصاريف ما هي أربع مليار ريال وإنما المصاريف الرأسمالية ما سوف يتم انفاقه على البنية التحتية بجانب المصاريف العادية وأربع مليار زائد ما تم دفعه للرخصة وهو ألف مليون تقريبا بالإضافة إلى المؤسسين تعهدوا بتمويل قدره 2.8 مليار فحجم الأموال التي سوف تضخ كلها مع بعض في الأخير سوف يقترب من 8 مليار ريال هكذا سيتم تمويل هذه الشركة وليس الألف مليار الوحدة الآن الموردون موردون الأجهزة اللي سموهم الفندر عندنا فندر فاينانس حجمه سوف يكون تقريبا أربع مليار ريال هو جزء من هذه السبعة أو تمانية من عشر أو تقريبا التمانية مليار ريال اللي ذكرتها طيب المتبقي ما هو المتبقي؟ يعني هو يقابل كل المصاريف اللي تفضلت بيها كنتم ذكرت أنه عندكم بريك إيفن هدف بعد سبع سنوات كم هي الأرقام مستهدفة لشركتكم لكي يكون عندكم حصة سوق في قطاع اليار في البصرية وأيضا قطاع الآخر اللي أخدتوا عليه للرخصة التردد الطيفي؟ نحن ننوي إن شاء الله أنه نغطي جزء كبير من أراضي وسكان المملكة العربية السعودية يعني تقريبا أربعين في المية نصل إلى أربعين في المية من هذه الأماكن والسكان خلال السبع سنوات وهذه خطة طموحة خطة كبيرة وتحتاج إلى أموال تحتاج إلى جهد تحتاج إلى استغلال ما هو أصلا موجود على الأرض من شركات ونحن عندنا اتفاقيات وموجودة في نشرة الإصدار هذه الاتفاقية موجودة لاستغلال بنية تحتية موجودة وسوف يعني لن نضيع الوقت ولن نهدر أموالنا أو أموال المكتتبين الذين اكتبوا وساهموا في الشركة هذه في عمل أشياء هي أصلا معمولة وموجودة على الأرض سوف نتجه فورا إلى الاستثمار فيما سيكون له عائد مجدي وعائد طيب ومربح على مدى طويل الأجل هذا الذي سوف نفعله فسوف نقوم بمثلا عندنا اللاست مايل اللي هو الميل الأخير هذا تكمل لما هو موجود من بنية تحتية وعندنا الابليكيشن سوف نطبق ما يسمى بالتطبيقات وسوف يكون عندنا كونتينت اللي هو المحتوى هذه الأشياء كلها إن شاء الله سوف نطرحها في السوق شيء منها سوف يكون جديد أو بعضها موجود ولكن سوف نطرحه بأشكال أخرى بسرعات أخرى بنوعيات أخرى وهذا في قدرة الموارد أما ما ذكرتي عن الشركات المتعثرة للموارد فأرجو أن تكون المعلومات دقيقة هذه المعلومات غير دقيقة ولكن طالما أفهمت هذه الملاحظة فمن حقي أن أرد عليها وصحح سيد حسن أنا لم أقول شركات متعثرة للموارد أنا قلت أن شركات تعمل بقطع تصلاة ولديها تعثرات وهذا لا يخفي عن أحد نتحدث عن ديون الزين لازلت موجودة تحدي أمامها نتحدث عن ساهم امتحاد عديب لموقوف عن التداول لأنهم قايمين بإحدة ترتيب دفاترهم على كل إن سيد حسن عزي عضو مجلس إدارة الشركة للسعودية لاتصالات المتكاملة كنت معنا مباشرة من الرياض شكرا جزيلا لك